اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يعني مش عشان تطلع اسبوع تركية مع مي اللي معاك في المكتب بس عموان انا مش زعلانة انا عقلي اكبر من كده حبيبتي مي تعمت تعمت وجلها جزام طرفي من ثلاث سنين يعني خدت الفلوس عشان تعالجها قلبك كبير يا حبيبي بس عموان انا مش زعلانة انا عقلي اكبر من كده حبيبتي فاكرة ان مي الله يرحمها لما ماتت من سنتين وانت روحتي عزاها لما لبستي الاميس الاسود اللي كان هيبواه وعلي سكرت السودا الشموى ده انت عزتي مامتها بنفسك اه كانت تحفة ايه ده يعني ايه يعني انت خدت الفلوس عشان تصرف على مامتها المسكينة العجوزة يا حنين حبيبتي بس عموان انا مش زعلانة انا عقلي طب ايه رأيك في التفسير الماورائي الغرائبي ده انا اخدت الفلوس عشان ادفع قصة الواد ايه رأيك تمام تمام مصدقك يا حبيبي طبعا مصدقك ومش زعلانة وما زعلتش بردو لما انت شفطت كرشك لما شفت ناني سحبتي بس ياريت بقى تبقى تحافظ على الموضوع ده جوه البيت مفيش داعي يعني كرشك يدخل الاول وبعد كده انت تدخل وراه حبيبتي الاسكور العالمي في شفط الكرش هم تلات داعي بعد التلات داعي دول بيلزل للبناء ادم البواسير وطبلت ودانه بتفرقع يرضيكي طبلت ودان يتفرقع لا طبعا مايرضينيش وما المين اللي حيطبل لمي وهي بترقص في الرحلة بتاع الدركية بس انا عقلي كبير ومش زعلانة وما زعلتش برضو لما خلتني اشيل السيلفي اللي خدناه على البحر من على الفيسبوك انت عارف ومتخيل انا ضحيت بكام لايك وكام فراند ريكوست وانت عارفة جالي كام انبوكس بيقولي يا اريال لا مش المسحوق التاني الاريال انا صحابي دلوقتي لما بيبوز عندهم التلفزيون بيطلعوني اعط فويه عشان اصبط لهم السيجنال ما انا قلتلك انا مش زعلانة وعلى فكرة انا ما زعلتش برضو لما مامي جت وانت ما تحكتش فوق الشهة من سنتين والمصحف ضحكت بس انا برضو كنت مقدرة ظروفك وعارفة انك لسه جاي من عند مامتك في المستشفى بعد ما جالها شلل روباعي بعد ما باباك داست عليه خمس عربيات نقل ورا بعض طب كويس انك فهمت دي لوحدك بس اساسا بقى الصراحة الصراحة مامتك كتبتستهبل يعني كتبتتدلع شوية يعني هو اي حد يتعب شوية كده يعمل دوشة ويروح للمستشفى وبتاع ثم يوميها مامي كان عندها حساسية فروت شعرها بسبب استبغى وعادي يعني ما قلبناش الدنيا ولا حاجة يعني وصبرنا واستحملنا بايمان عميق واحتسبنا اجرنا من عند ربنا اللهم قوي ايمان امك لا 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 مامتك بصراحة دي طول عمرها قصدت غزني تعرف ان مامي جالها حساسية فشعرها فيجي لها هي شلال رباعي فاجأة كده عشان انت تهتم بيها وتخطف الأضواء من مامتي وما تهتم مش بمامتي دا حتى يومي عيد ميلاد بودي تصمم ان هي تبوز البرتي اللي عاملينه في الكيتس كلب وتروت في نفس اليوم الله يرحمها كانت كيادة كان عندها شلال رباعي تباول لها اراضي غايبوها كاملة بس كانت مصرّة تكيد فيكي ايوه صح حبيبتي انا كنت سايب هنا تلاتين الف جنيه رحوا فين ايه دا هم مش دول يا حبيبي اللي انت اختلستوهم من الشركة اه انا قلت انت عشان ما عندكش وقت يعني تشتري لي هداية عيد ميلادي عشان كنت على البرش وكده فقلت انت اكيد سايب هملي عشان انا نقي براحتي اللي نفسي فيه اه ما قلت ليش ايه رايك في الرنج دا؟ بايرسول سام قاتل ويؤدي الى الوفاة ايه دا مالك؟ ايه دا؟ هو انت طلقت فعلا ناسي عيد ميلادي؟ طب على فكرة انا اللي بلغت عنك وبدأ خلي ما يتنفعك انت بتعمل ايه؟ طب الهدوم الهدوم لسه بتقطبق فيها مش قلتليك ميت مرة لما كلمك ما تدينيش دهرك وتموت؟ كيات زي يومك